اختتمت فعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخة الثالثة والخمسين شارك في المعرض أكثر من ألف نشر من خمسين دولة حول العالم وسط إقبال كثيف تجاوز المليون سائر معرض القاهرة الدولية للكتاب اختتم فعلياته في نسخته الثالثة والخمسين تلك الدورة التي أقيمت بمشاركة أكثر من ألف نشر من خمسين دولة حول العالم على مساحة ثمانين ألف متر مربع تم تقسيمها إلى خمس قاعات للعرض ووسط إقبال كثيف تجاوز المليون زائر من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية في مشهد حضاري مميز معرض القاهرة معرض من أكبر معرض للمنطقة العربية بشكل كامل يعني معرض القاهرة لو تأثر من أعرفين أن المعرض البعدي هتتأثر بشكل كامل فالإقبال السنة هذه هايل جدا يعني وخصوصا بعد انتهاء فتة الانتحانات المعرض تنظيم جيد الحمد لله يعني معرض القاهرة معروف المعرض الدولية والمعرض العربية من أقوى تنظيم وأقوى حضور وجيد جدا السنة فرصة أن أنا أشكر برضو الهيئة العامة للكتاب وأشكر القائمين على المعرض فعلا مساحات بين الأجنحة هيلة الشباب المتطوع لهم مننا كل تحية حلو الالتزام بالماسك بالتباعد الحمد لله كان أفضل بكثير يعني لأول مرة هذا العام تم تخصيص قاعة كاملة للأطفال على مساحة 400 مترا وتضم مجموعة من دور النشر الخاصة بإصدارات الطفل والكتب المدرسية إلى جانب إقامة عدد من الورش الفنية والثقافية وورش الحكية المخصصة للأطفال السنوات اللي فاتت كان دمجين الأطفال مع قاعات النشرين العرب وكان الموضوع في صعوبة شوية سواء من ناحية النشرين العرب أنهما كان أصوات المصرح كانت تبقى عالية بقاش في تركيز بالنسبة لهم النقطة التانية أنه كان الجناح الطفل ما كانش يواخد الحق بتاعه زي ما موجود حاليا في قاعة خمسة يعني بصراحة هي تجربة نكحة جدا من بدايتها ودي أول مرة يخلوا فيه قاعة كاملة خاصة بنشاط الطفل وفيه منطقة الكيتزياريا بتاعتنا طبعا دي حاجة نكحة أنا حاسيتها من الإطبال اللي حصل من الجمهور على الصالة وفي نفس الوقت كل النية كل دول الناشط نفست على موضوع تقدم الطفل إيه فبصراحة هي تجربة نكحة نكحة جدا كمان نسخ متتالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تستمر في إثبات نجاحها في جذب المواطنين لشراء الكتب والاستمتاع بالأنشطة الطرفهية والثقافية داخل المعرض كما تؤكد على وعي رواده بأهمية المعرفة باعتبارها أداة همة لبناء المجتمع جرمين إبراهيم التلفزيون المصري